السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما وعدتكم الآن نكمل سلسلة البيت الذكي سمارت فوم الآن نبدأ في شيء اسمه جهاز اسمه أليكسا شوف لاحظ قلت كلمة أليكسا على طول إضاءة الإضاءة لا أعرف ذلك هذا الجهاز الذكي هو عبارة عن جهاز يعطي أوامر صوتية تعطيه أوامر صوتية عفوا وينفذ ما تريد يعني بمعنى آخر الجهاز المساعد الصوتي الذكي من فوائده أنه يعني مثلا تقوله افتح المكيف يفتح لك المكيف لو أنه البيت واسع وكبير تستطيع أن تعطيه أمر وتقول له افتح المكيف يفتح المكيف التلفزيون يطفل التلفزيون في فوائد أخرى ليس فقط الراحة الجسدية أو النفسية والرفاهية لا فوائد أخرى مثلا لكبار السن لا يستطيعون يتحركون كثير فقط بأوامر صوتية ويخاطبون أليكسا أضف إلى ذلك لكذلك يعني ميزات أخرى مثل توفير الطاقة توفير الكهرباء إذا أنت تريد أن توفر كهرباء بيتك تستطيع أن تعطيه من خلال التطبيق تطبيق أليكسا المرتبط بهذا الجهاز تستطيع أن تعطيه أمر أو تعطيه اعدادات في الاعدادات المعينة أنه يطفي في أوقات معينة الأجهزة مثل مكيفات التلفزيونات إلى آخره ويشغلها في أوقات معينة والإضاءات كذلك الإنارة والإضاءة فهذا يوفر الطاقة يوفر الكهرباء لك يعني هذه ميزة مهمة كذلك يعني ليس فقط أنه رفاهية أو راحة من الحركة وكذا أضف إلى ذلك يعطيك الأخبار أول لأنه مرتبط بالإنترنت يعني هذا الجهاز أصلا مرتبط بالإنترنت 24 ساعة لابد أن يكون لديك جهاز راوتر أو جهاز إنترنت واي فاي وتربط هذا الجهاز بالإنترنت يعطيك الأخبار تعطيه كلمة أمر معين أخبار الطاقس أخبار الآخرين مثلا أنا أعطيه الأمر أي شيء تريده كذلك تعطيه روتين معين روتين يومي أنه مثلا تعطيه كلمة معينة وتبرمج الكلمة هذه معينة في الإعدادات أنه مثلا وقته الطعام تقول له فتفتح لك يعني مثلا تبرمج على أنه تفتح المكيف حق غرفة الطعام مع الإضاءة مع التلفزيون في وقت واحد بكلمة واحدة تخيلوا فأنا أريكم الآن الأمثلة على هذا الشيء الآن المكيف شغال مكيف شغاله يعمل الآن لاحظوا الإضاءة المكيف شغال الآن أعطيه أمر أعطيه الآن جهاز أنه يطفت المكيف لاحظوا أليكسا أليكسا طفي مكيف غرفة الطعام تم إضاءة تم إضاءة لاحظوا أليكسا أليكسا طفي نجفة الغرفة الطعام تيشير أيها الاسم نجفة الصالة نجفة الطعام شوف حتى لو غلط أعطي بي حتى لو غلط تقول لي نجفة الطعام تمام شوف انطفأت الآن لاحظوا كانت مضيئة اللي هي هذه أليكسا طفي التلفزيون تمام شوف اللحظة انطفأ أليكسا شغلي التلفزيون تمام اشتغل التلفزيون الآن الآن مكيف حق الصالة مضفي أقول له هتشغل المكيف حتشغل المكيف أليكسا شغلي مكيف الصالة تمام شوف اشتغل الآن حتى صوت النغمة حقيته اشتغل وانفتح الآن يعمل المكيف أليكسا ما هي أخبار الطقس درجة الحرارة الحين 33 درجة مئوية مع جو مشمس أغلب الوقت توقعات جو اليوم نفس حالة الجو مستمرة ودرجة الحرارة العظمى 33 درجة وصغرة 25 درجة أليكسا بحيث أنه مبرمج على أنه أقول له وقت الطعام بكلمة وقت الطعام حدت أنه يتم تشغيل المكيف وتخفيض درجة حرارة إلى 22 طبعا أليكسا اللي بتعمل ذا شيء وإضاءة النجفة حقه الخاصة بطاولة الطعام شوف تخيل حتى تقدر تضيف جهاز وأضفت كذلك تشغيل التلفزيون كل الثلاثة هذه تشتغل بكلمة واحدة لاحظوا أليكسا وقت الطعام تمام شوف تم إضاءة النجفة تم تشغيل المكيف وضبطه على 22 درجة 22 الآن بقول لها انتهى وقت الطعام ومبرمج الكلمة انتهى وقت الطعام إذا سمعتها أليكسا أن يتم إطفاء المكيف وإطفاء الإضاءة أو الإنارة خاصة بنجفة غرفة الطعام هو التلفزيون أليكسا انتهى وقت الطعام تمام شو انطفى كل شي حتى التلفزيون انطفى هذا هو تطبيق أليكسا هذا التطبيق الذي تنزله بعد أن تشتري منتج جهاز أليكسا يظهر معه رابط في الموقع أو من خلال الكاتالوجي الداخلي تدخل على الموقع اللي هو موقع متجر التطبيقات جوجل بلاي أو أب ستور في الآيفون أو جوجل بلاي في الأندرويد وتحمله اسمه أليكسا إذا حملته هنا تستطيع أن تتحكم في الجهاز وتربطه بالأجهزة الأخرى الأجهزة الذكية الأخرى أهم شرط أساسي في الطرفين أو في الجهاز الذكي سواء مكيف تلفزيون إضاءة إلى آخره غسالة غسالة صحون إلى آخره أن يكون وطبعا أنا أضفت لكم الرابط تحت الرابط للتطبيق ورابط المنتج اللي هو أليكسا ستجدونه في الوصف أدناه أهم شرط أنه يكون معتمد يعني إذا اشتريت المنتج أو الكيف أو الجهاز الذكي أنه يكون معتمد فيه أليكسا يقبل أليكسا يقبل الارتباط بأليكسا من خلال التطبيق الخاص بالجهاز الذكي اللي هو مثلا سأريكم مثال جهاز الـ LG جهاز المكيفات مكيف LG في ميزة الثكاء أو الذكاء الثكاء اللي هو ميزة الربط قابل للربط مع أجهزة أليكسا أو أجهزة جوجل أسيستنس مساعد جوجل أو أجهزة إلى آخر من بعض الأجهزة على حسب المنتج فلا بد أن تتأكد قبل أن تشتري أنه يقبل الربط من التطبيق الخاص به من خلال التطبيقات في الجوال جوالك فكذلك في جهاز في الأليكسا تطبيق الأليكسا تستطيع الربط من خلال هذا الشيء مثلا أنا عندي اللي هو هذا تطبيق LG تطبيق LG إذا اشتريت مكيف LG الذكي تقوم بإضافة وموجود الخطوات سهلة جدا تفعل أهم شيء يكون عندك واي فاي انترنت متصل في البيت 24 ساعة لأنه هذه أجهزة ذكية معتمد على IoT اللي هي انترنت الأشياء وكذلك فيها ذكاء اصطناعي فمن خلالها تربط أول شيء الأجهزة بالواي فاي ثم تربطها في هذا التطبيق الخاص بالجهاز الذي لديك أنا جهازي LG وبعد الإضافة هنا تذهب تستطيع طبعا تتحكم في الأجهزة أنا سأريكم إن شاء الله في السلسلة القادمة سوف أعمل مقطع فيديو جديد بعد هذا المقطع عن كل جهاز أتحدث عنه من مكيفات من أجهزة ذكية من إلى آخر من تلفزيون من إلى آخر من إضاءات فبعد ما تضيف الجهاز هنا تذهب إلى الكسا تطبيق الكسا وتذهب إلى الإضافات اللي هي إضافات الأجهزة device تحت في device تحت سوف تجد الأجهزة بعد أن تضيفها في التطبيق هناك تضيفها هنا وبعد ما تضيفها طبعا يصير تواصل في التطبيق من خلال تطبيق الجهاز ومن خلال الجهاز كذلك ويتم الربط جدا العملية سهلة تضيفها من هذا المكان من إيش؟ الديفايس من ديفايس يتم إضافاتها تختار نوعها كاميرا أو سويتش سويتش ذكي يعني مكيف عفوا سويتش ذكي اللي هو الإضاءات الذكية المفاتيح الذكية من الإضاءات وغيرها أو تروح على وتضيف داش واشر اللي هي قصها لتصحون الإضاءات الذكية سويتش التلفزيون تضيفها بعد الإضافة خلاص يتم ربطها وتستطيع تحكم بها من خلال الجهاز الصوتي تستطيع تعطي أوامر ويبدأ يشغل التلفزيون يشغل الجهاز يطفي الجهاز تحدد وقت معين للجهاز تحدد ساعات معينة يطفي فيها ويشتغل تعطي روتين أمر كلمة معينة واحدة لكل الأجهزة مثلا أنا أريكم الآن كذلك على الروتين إذا ذهبنا إلى الروتين مثلا هنا كريت ذي روتين أليكسا تقول لها مثلا إنه وقت النوم مثما وريتكم أول أريكم المثال اللي أنا أضفته اللي هو وقت الطعام بأن يشغل الأجهزة ويحدد درجة حرارة المكيف ويشغل التلفزيون ويشغل الإضاءة كذلك بكلمة واحدة اللي هي من هنا من إضافة روتين تذهب إلى مور ثم روتين شوف أضفتها أنا هذه هي انتهى وقت الطعام وقت الطعام إذا قلت وقت الطعام شوف لو تلاحظ أضفت نجفة الطعام or on تشغيل نجفة الطعام وتشغيل المكيف مع set temperature أو تحديد درجة الحرارة إلى 22 ودرجة المروحة كذلك شوفوا الدقة درجة المروحة إلى low speed سرعة المروحة منخفضة وكذلك تشغيل التلفزيون تشوف ثلاثة أجهزة بكلمة واحدة وقت الطعام بس لابد أننا نقول كلمة أليكسا لأنها تستجيب من الكلمة هذه أليكسا ثم أعطيها أمر وقت الطعام فأنا حددتها هنا وسويت كل شي في ميزات كثيرة حتى تقدر تضيف أي شي بخطر في بالك مثلا تاريخ وقت معين لإضاءة البيت وإطفاءه مثلا في النهار في الليل حتى تستطيع أن توفر الكهرباء توفر المصاريف الكهربائية من هنا من alarm كذلك وtaimer تحديد وقت وكذلك alarm وذكرات مثلا صحيق وقت النوم مذكرات لأوقات معينة لمنبهات لتواريخ معينة كالندر يعني مثل التقويم ولكن تقويم صوتي مميز وتستطيع تشغيل القرآن إلى آخر والموسيقى وأي شي تحتاجه فهذه هي أليكسا وإن شاء الله تابعوني وأتمنى منكم تضيفوني وتتابعوني وتعطوني لايك حتى أستطيع أستمر وأضيف مقاطع أخرى عن الأجهزة الذكية والله يعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا